الحرب من ورائهم وكأنها أمامهم هنا الموصل التي تشابكت على أنقاضها أيدي المتحاربين تعاني من الحرب وتبعتها لم يكن خوف الموصليين مقتصرا على صواريخ الجو أو انفجارات الأرض التي أتت على معظم المدينة بشرا وحجرا بل شمل خوفهم كل ما هو قادم فمنظر المدينة يكشف جزءا من حقيقة ما جرى سحقت المدينة تحت لافتة التحريض وتحت لافتة أخرى يودع الكثير من سكانها في غياهب السجون بتهم متعددة إحداها تشابه الأسماء وهذا ما صلت عليه الضوء وكالة فرانس بريس في تقرير جديد لها عن هذا الموضوع تقرير الوكالة روى شهادة من سكان ومسؤولين محليين عن خوف متصاعد لدى المصليين نتيجة الخوف من التعرض للاعتقال على خلفية تشابه الأسماء فقد يحمل اسم شخص شخصا آخر وضعته القوات الحكومية على لائحة المطلوبين لديها بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة مبينة أن الكثير من سكان المدينة باتوا لا يغادرون منازلهم خشية الوقوع ضحية لهذا التشابه لأن هذا التشابه بحل ذاته قد يكون سببا بدخول السجن لفترات غير معروفة الأجل في سجون وصفت هيومن رايس وولتش الأوضاع فيها بأنها مهينة على أقل تقدير ولعل تفشي الظاهرة استدعى المسؤولين المحليين في محافظة نينوى للتحدث عنها فعلى سبيل المثال طلب رئيس لجنة الأمن في مجلس المحافظة محمد إبراهيم البياتي بالتوقف فورا عن اعتقال الأشخاص استنادا إلى الاسم الثلاثي وحده كاشفا أنه أحد ضحايا تشابه الأسماء بيد أن البياتي قد وجد ما يشفع له كمنصبه مثلا لكن ماذا عن الآلاف من المعتقلين لا لذنب ولا لتهمة إلا عندما يكون الاسم بحد ذاته تهمة